الاصلاح يمنع الظلم يمنع الاثم الاصلاح يدعو للخير يدعو الى الاحسان قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الاصلاح بمفهوم القرآن يشمل النفس والمجتمع والامة يشمل كل مناحي الحياة مفهوم الاصلاح يتعدى ثورة مجردة يختلف الاصلاح عن الثورة ان الاصلاح امر دائم ودائما ايجابي دائما يبحث عن التغيير نحو الافضل والاحسن لكن الثورة تعني التمرد على الواقع وقد يكون ثورة على الحق كما رأينا الاصلاح لا يقوم على انتقام طبقي او طائفي او حتى سياسي الاصلاح يتطلب التدرج والتدرج يحتاج الى وقت وصبر وقبل كل ذلك فان الاصلاح يحتاج الى رجال نذروا انفسهم لله ولخدمة امتهم كما قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله قبل ان استودعكم الله انشروا عنا الاصلاح من داخل الحكم افضل من خارجه والاصلاح من خارجه افضل من الثورة والثورة افضل من الاستبداد خارجه افضل الاصلاح افضل شوارك شكراً لكم